أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مادة العلوم للصف الثاني الأعدادي الفصل الدراسي الثاني الفصل الثامن بعنوان التنظيم والتكاثر الجزء الثاني من درس مراحل حياة الإنسان مشاهدة ممتعة مليئة بالفائدة بإذن الله نستعرض معكم عزائي الطلاب والطالبات هدف الدرس وهو كالتالي وصف مراحل النمو بعد الولادة مراحل الحياة بعد الولادة المرحلة الأولى الطفولة المبكرة مرحلة الطفولة المبكرة تمتد منذ الولادة إلى ثمانية عشر شهرا تقريبا في هذه المرحلة يحتاج الطفل إلى من يرعاه من البالغين ولا يستطيع البقاء على قيد الحياة وحده يكون نموه سريعا في هذه الفترة كما يتضاعف وزنه حتى ثلاث مرات خلال السنة الأولى من عمره فقط كذلك يتطور الجهازين العضلي والعصبي لدى المواليد في هذه المرحلة فيكون قادرا على التفاعل مع البيئة المحيطة به لنتأمل معا مخطط يوضح تطور الحركي للطفل من الشهر الخامس إلى الشهر الخامس عشر تقريبا لنتأمل هنا يبدأ في الشهر الخامس التطور الحركي يجلس مع الدعم ثم يتطور بأن يجلس لوحده يزحف إلى أن يصل إلى أن يمشي في نهاية الشهر الخامس عشر مراحل الحياة بعد الولادة ثانيا مرحلة الطفولة تأتي هذه المرحلة بعد الطفولة المبكرة وتستمر إلى سن البلوغ الجنسي أو حتى عمري 12 عاما تقريبا يكون النمو في هذه المرحلة سريعا ولكن بمعدل أقل من مرحلة الطفولة المبكرة في هذه المرحلة يكون التحكم في المثانة وعملية الإخراج في عمر سنتين إلى ثلاث سنوات يكون الطفل في هذه المرحلة قادرا على النطق ببعض الجمل البسيطة في سن الرابعة يستطيع الطفل ارتداء ملابسه وخلعها بمساعدة قليلة من الكبار عندما يصل الطفل إلى سن الخامسة يستطيع معظم الأطفال قراءة بعض الكلمات البسيطة ويستمر التطور العقلي والعضلية عند الأطفال كما تزداد قدرتهم على التكلم والقراءة والكتابة وتفسير بعض الأشياء ثالثا مرحلة المراهقة تبدأ المراهقة عند عمر 12 إلى 13 سنة عادة أهم أحداث هذه المرحلة البلوغ الجنسي وتبدأ هذه المرحلة بالنسبة للإناد في عمر التاسعة إلى 13 عاما غالبا أما بالنسبة للذكور فتبدأ عند عمر الثالث عشر إلى السادس عشر عاما غالبا خلال المراهقة تبدأ الغدة النخامية بإفراز هرمونات تسبب حدوث تغيرات في الجسم إذ تبدأ عملية إنتاج الخلايا الجنسية والهرمونات الجنسية تطور الصفات الجنسية الثانوية حيث يزداد حجم الثديين عند الإناث يتكون النسيج الدهني ويظهر الشعر في مناطق محددة من الجسم أما بالنسبة للذكور فيصبح الصوت خشنا ويزداد نمو العضلات ويظهر الشعر على الوجه رابعا مرحلة الشباب تعد هذه المرحلة آخر مراحل النمو وتبدأ من نهاية سن المراهقة وحتى الشيخوخة في هذه المرحلة يتوقف نمو العضلات والهيكل العظمي يطلق أحيانا على الفترة العمرية الواقعة بين 45 و60 السنة مرحلة متوسط العمر إذ تبدأ القوة الفيزيائية تتناقص ما معنى القوة الفيزيائية؟ أي القدرة على الحركة وتقل فاعلية الجهاز التنفسي وجهاز الدوران كما تصبح العظام أكثر هشاشة والجلد مجعدا ما زلنا في مراحل الحياة بعد الولادة خامسا مرحلة الشيخوخة تبدأ بعد عمر ستين سنة هبوط عام في أجهزة الجسم إذ إن الخلايا المكونة لهذه الأجهزة لا تعمل بالصورة نفسها التي كانت تعمل بها وهي في عمر أصغر تفقد الأنسج الرابطة مرونتها مما ينجم عنه فقدان العضلات والمفاصل لمرونتها أيضا تصاب العظام بالهشاشة ويضعف البصر والسمع كما تقل فاعلية القلب والرئتين التغذية الجيدة وممارسة التمارين تساعدان على إطالة عمر سلامة الأجهزة العديد من كبار السن الأصحى يستمتعون بحياتهم ويواجهون التحديات النشاط التقييمي اختبر نفسك عزيز الطالب في المعلومات التي تعلمتها الآن ضاع رقم المرحلة المناسبة في الجدول ألف أمام العبارة التي تمثل خصائص المرحلة في الجدول با يتوقف فيها نمو العضلات والهيكل العظمي ما هي المرحلة التي تعبر عن هذا الوصف؟ إنها مرحلة الشباب يزداد حجم السديين عند الإناث ويصبح الصوت خشنا بالنسبة للذكور ما هي هذه المرحلة؟ إنها مرحلة المراهقة يحتاج إلى من يرعاه من البالغين ولا يستطيع البقاء على قيد الحياة وحده ما هذه المرحلة التي تعبر عن هذا الوصف؟ نعم إنها الطفولة المبكرة فقدان العضلات والمفاصل لمرنتها وتصاب العظام بالهشاشة إنها مرحلة الشيخوخة التحكم في المثانة وعملية الإخراج وقراءة بعض الكلمات البسيطة إنها مرحلة الطفولة تبدأ الغدى النخامية بإفراز هرمونات تسبب حدوث تغيرات في الجسم التبدأ عملية إنتاج الخلايا الجنسية والهرمونات الجنسية إنها مرحلة المراهقة يكون النمو سريعا في هذه الفترة ويتضاعف وزنه حتى ثلاث مرات إنها أيضا مرحلة الطفولة المبكرة إلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرس دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته